اليوم باش نتناولو موضوع جديد و باش نحكيو معا حيرة في في صناعة المسوق صاحب طابع العرف و مناش باش نذكروا الرقم بتاع و قداش قطلي فما مشاكل بالجملة في القطاع وهيت نرجعو بشوية بشوية وحكينا منذ البداية شنو اسار والله بالنسبة للقطاع المسوق تعدى بفترة معناها صعيبة شوية و خاصة في الثورة ثم بعض الناس اللي هي معناها استغلت الفترة متاعك الانفلات والوضع اللي صار في البلاد و خرجت قوانين بريسك على قياس بعض الناس و اضرت الصناعين الصغار في الحكاية هذية و اليوم ما زلنا نشوفوا ناس هذي تعبا و خاصة ناس اصحاب ياخذوا في ديكوتا من الدولة همتى من المفروض الدولة هي مشكورة احنا رسلنا رئيس دولة و رسلناه واستجاب بعض الطلابات متعنا وبرك الله فيه لكن ما زلت برش حاجات مخفية على الدولة يجب ما تعلمها سيلا سعد ربيل علشنو ورسلت رئيس الجمهوري وشمداخل رئيس الجمهورية في قطاع المسوق على الخاطرة احنا رسلناه لثم ماش معادلة في قطاع الذب نشوفوها في تونس العاصمة تاخذ في متين جرام ناس في سفاقس تاخذ في مية وثلاثين مية وخمسين جرام نشوفو في ناس تاخذ تابع البنك سنترال تاخذ في متة جرام وهذا احنا نعتبروه كأنا كاصناعي و كرئيس غرفة سابق نعتبروه هذيه تسمى تحايل في بالنسبة لاصحاب المهنة الخاطر هذيه يخلق السوء معناه تولي معناها ما تماش مصدقية في القطاع اذا كان انسان ياخذ ميتين جرام وانسان ياخذ ميت جرام كان هذا الناس كيف يبيه بخمسارين جرام العجر متاعه بخمسارين دينار اذا كان هذا الناس كيف يبيع بخمسارين دينار هنا اذا كانت الموازين يفعلون كثير من ميتينجر يجب أن يكون بالنسبة لكي يصيب من شمال البلاد الجنوبها الناس الكل تكون متساوية في قطاع المسؤولة في الكتاة ليأخذوها من عند الدولة وخاصة زادا نحب زادا نعلمو سيد رئيس الدولة بالنسبة للذهب القديم كما عدلت في الكتاة امتاع الذهب اتعدل ما نحبوش الكيلوات كل انسان صاحب رخصة ما يفوتوش كيلو زوز كيلو في العام وماش ناس اليوم اتدخل في عشرة كيلو وفي خمس عشرين كيلو ومن بعد ننقاهم ناس مورطين بمئة وعشين مليون اداءات انت كالدولة كيف تذهب تحتيدك لماذا تخلوش اداءاتك ديريكت من عند صاحب الذهب لماذا تخليهم بعد خمس سنين والذي تقديش من العام وتقولوا انت مورط في مئة مليون في مئة وخمسين مليون في مئة مليون في مئة مليون لا يسيدي لا الذهب تخلوش تحتيدك كما في الكتاة قبل ما تتبعوا وما تخرج السلعة من دار الضمان تبدأ خالصة كيف كيف بالنسبة للستوك قبل ما تخرج السلعة يجب ان تكون خالصة في اداءاتها بعد ما تخرج سنرى اداءاتها وانتظروا فيها عصافر بعض منهم لا يكسب حتى يمشي بعض منهم زوالي وطقاهم دخل على الكرن بقيمة مليارات كيف يجب ان تكون حالا كيف يجب ان يجب ان تكون حالا وهذا لم يوجد الشيء كيف يجب ان يكون حالا ما يجب ان يجب ان يستغلونه هذا هو المعنى وهذا يجب ان يقف الشيء يستغلونه فاش يستغلون الكرن وانتظروا والرخصة على خاطر ان تدوروا بعشرات الكيلوات تستغلين تستغل الضعف و تستثمر في الفقر من الناس و من بعد السيد الذين دخلوا على الكرنيته جاءت لفتالي يتلقى زوالي ميس واحد شيء مصور في الحكاية معناها بايع بالمليارات ناس صور في مئة الملايين ما تلقى ما وصلتوش حتى عشر ملايين و يتلقى روحه مورت و هو عليش عمل الشيء من الضعف من الفقر و هذا يسمى استثمار في فقر الناس يعني هذا الشيء ميقف و نحن نطلب الدولة بالنسبة للسطاك لا تعطيش أكثر من قد الكتاك و قد أعطيت كتاك في العام من جرام و قد أعطيتنا كما نقول زو سكيلو و أعطيت زو سكيلو في السطاك و أين المشكل؟ المشكل يكون لديه فلوس يصابلنا للسوق و يستغلل الناس لديك فلوس برا تدورها في دولاب آخر لا تدورها في قطاع وتقتلنا السوق و زادت مشاكل أخرى لدينا ناس اليوم صناعية قهرة و لا تنجمش تاخذ قطاع و لا تنجمش عدي أمتحان قال نوع الخطر بلتانو مرتروه متاع وتشد على نفقه و لا تشد على كذا و لديه مشاكل أخرى في الحبس الدولة تأهل العباد في العديد و في النجارة وتأهل فيهم باش بعد ما يخرج و يكونوا مؤهلين و ليش مو يخدموا إذا كان انتي تأهله كدولة و معناها و بعد يخرج البر تقولوا بلتانو مرتروه و ما تنجمش انتي كدولة متعدلوش أمتحان و لا تعطيه رخصة تقولوا بلتانو مرتروه و هو عديد منهم من الناس و اليوم انتي تقعد عشرين سنة لتعدي امتحانات على الناس كبرت انتي تخلي واحد عمر عشرين سنة و انسان عمره ستين سنة و تقولوا اجري انتي و اياه لتعطي اربعة سواية و ثم برشة مشاكل ثم ناس نشحت في الامتحانات و اتنحات و دخلت في بقعتهم من الناس اخرين و موجودين القضايا في المحاكم ناس اتبع في حقها و لا يجب ان اتخذوا ماذا بينا الدولة هدوسيات هدية حلها و في وقت تصير مناظرات في الذهب ماذا بينا بكثر مصداقية و كثر شفافية ثم عدم المصداقية ثم؟ ثم عدم المصداقية نحن كيف نشوف الناس تنجح و يخرج اساميهم و في السسمة في المندوبيات و في بعض الوقت يجب ان أتخذوا و لا يجب ان يتجحوا ان اتخذوا يجب ان اتخذوا يجب ان اذهبوا وقالوا وقالوا نجحت وقت اخرجت الليستة قادروا ان اذهبوا وقالوا وقالوا ان اذهبوا وقالوا مقابلوا وليوم اخويا كان سيغي بقيمته وكذا اليوم ولا يخدم في مانيش عارف بالجوري عنده شكونا ماش معقوله كيه اعطيوه حق الناس السلاس عد قلت لي كنت رئيس غرفة عالش بطلت والله يشوف بطلت ولا بطلوك ساع هم اتناش ما تقول بطلوني عالخاطر نحن محنش في نفس التوجهة حتى السيغي فيها توجهة اي فيها توجهة بطبيعة خاطر ثم ناس اثرياء وثم ناس عادي ناس يعيشوا قد قد الاثرياء هذو ما متنجمش تكون فرد فرد اهفاق انتويا دونك هنما وما يدخل قطاع المسوخ كان ما يكون ثري نورمال باللوجيك هو لوجيك يقول ثري لكن هو صناعي يدخل صغير يحفظ الصناعة امم بات ما تعرف الشعيرت وشنهي عنتها ما تعرف الشعيرت وشنهي ثم ناس تنساق معانا كل واحد وكيفهش حاجات متحبش تحكيه برشة 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 هنالك ويجب أن تسحب من تحت سخيها وكانت الناس بقيمتها لا يجمل القاومة وكانت الناس قاومت لديها القدرة وكانت قاومة الضغط الذي حدث عليهم وكانت الناس من يجملتها وكانت الناس ضعاف وكانت الناس قوية وربي شعطها لا يساعد ووضح سلاسعة نحن نرى التوضيح نرى الناس الذين شدوا النقابات لا يجب أن تصل في الحقائق الصحيحة للدولة هذا هو اللي معناها الناس الذين أنا نشوفها عملاء يجب أن النقابة يكون عنده المصدقية لا يساعد ووضحنا النقطة هذه ونوارنا فيها النقابة في قطاع الذهب على ما يدافع وما يدوره المفروض يدافع على الصناعي وعلى المشاكل الصناعي وعلى حتى كيف تشد الصناعي يجب أن نقابة تقرمها وتوضح القاتل الدولة والمسؤولين لا يثمون في القطاع ما يثمون فيه؟ هم أصحاب القطاع اللي هما منتخبتهم الصناعية إذا كان أنا منتخبت وانتي لا تدافعش عليها وتخليني نشد حبس بالسنين على ذهب بشريته واللي يجيبه الصناعي أنا عجنته مثلاً هم خالف القانون تشد الحبس لماذا؟ هو لا هنا تتركب له هي الحكاية ما معنى أنا صناعي جيني صناعي لنعجل له ذهب وتتحكم عليه كما تحكم بالسارق والذب يطلع مصروف ما لي وما لو أنا تاني وقف إنسان قال لي السلام عليكم يا سيلاسعد بالله أعجلني شوية الذهب هو صناعي كيف يكيفه نلقى روحيانا مورد بثلاثة سنين حبسة وما نفكش روحي منهم ماذا معقول من المفروض النقابة هنا تتوقف مع الناس هذية وتشبادهم متهم الدولة والمسؤولين على قادسية قالوا هذيك شنية كل إنسان والإنسان حل حنوط عنده مكينة متاع جباد والإنسان كما نقول يعجل للناس إذا كان الذهب يطلع مصروف التوقف هو فش قال يا ربي ما قال الشهقة يا ربي قال السارق والسارقة ما شقال الشراء من عند السارق أرجع لي الدورة النقابة الدورة النقابة يجب أن تقف مع السارق يجب أن تكون تحمي صناعي أسانطر هذا يجب أن يكون لكن ما هو السارق يجب أن تصل إلى المعلومات الصحيحة للدولة مثلا نحن نشوفه في القطاع المسوق اليوم عندنا ناس تنجح في القطاع في القطاع والقطاع هذه تصير بعض عشرين سنة شيء عادية الموضوع سنحن نسيح وبعد الموضوع والدولة لم يدعمي القروض مثلا تعطيه كوتا وتعطيه رخصة و الأذهب في ذهب وذلك نحن نقوم بتنجح في القطاع المسوق كيف هي التلاعب كما قلنا نقابيين الذين تخرج القوانين بموافقة النقابيين لأن النقابيين هم الذين يأخذون من الصناعية لكن هذا ليس قاعد يخرج قوانين الأطراف لأن النقابيين لا يوجد صالح القطاع ككل وهذا الغلاط كيف نرى الناس ترميهم لي في السوق ونعطيهم لي في السوق ونعطيهم لي في السوق ونعطيهم لي في السوق كيف نجحنا في 1993 بعد الترمي المستفيد من القوانين التي أ سَكي فقط هم من القوانين�ة لأن المستفيدين هم رؤوس الموان. مع كامل أسف. هذا هو القاعد يصير هذا الواقع. ولو ثم ناس ما عنده الجرأة باش تحكي في الشيء هذا. لكن هذا الواقع. ترى أنه اليوم ملف المسوغ وقطاع المسوغ مسكوت عليه. يعني ما ينجمش ودخله حتى أحد. ما ينجمش يناقش فيه حتى أحد الموضوع هذا؟ كان قبل عهد الرئيس قيس سعيد بارك الله فيه. رسلناه. واستجاب برشة نقاط. لكن ما زالت برشة نقاط أخرى. ما هي نقاط تستجابه؟ استجابه التي كانت الكتاب تتعطاها مثلا في تونس العاصمة نجم ويأخذ فيه دوسون جرام. ما هي الأمفلات التي تحدث في الثورة هذه الأمفلية؟ ما هي حتى حاجات تسمعها كيف تحكيها تقول ما هي معقولة. ما هي نحن دولة واحدة ورئيس واحد وحكومة واحدة. ونلقاوا ناس تأخذ في دوسون جرام في العاصمة. ناس في سوسة تأخذ في مئة وخمسين جرام. ناس هنا في سواقس تأخذ في مئة وثلاثين ومئة وخمسين جرام. إجمعت بانك سنترال الذي نجبه من بانك سنترال يأخذ في مئة جرام. قانوني يحدد كمية؟ هو ما كان يسمى قانوني. هو حاليا قاعد يصير هذا الشيء هذا. والرئيس يستجاب للشيء هذا. وقاعد يصلح. لكن يجب أن يتعمق أكثر. ويجب أن يدعم. وصناعية. أراه أنت كدولة. ولي أنت كدولة ما تخافش من أولدك. نحن صناعية. أولاد تونس. أعطي الصناعية. لماذا تخاف من أولادك؟ لم تخافش من أولادك. لماذا القطاع ينفردون بها ناس معينين. وبالرغم الناس هذية تنجم. ترتقي برواحة وتصلح من روحة. تنفع البلاد وترفع الواحة. لماذا نحرموهم؟ والناس زادة الذين لديهم البلتان ومرترواء. وهذه المشاكل هذية. لا تجاوز على حكاية هذية. لا تجاوز على حكاية هذية. وعفو. وعفو في الأداءات. وفيه سيد الرئيس. اللي راسلناها واستجاب. مشكور برشة برشة. لأن الناس كانت واحلة. والعشر سنين هذه. والعشر سنين هذه. والعشر سنين هذه. التي تعدت الكل. تضرت الناس. تضرت. وانتك ترجع البرشة. الناس تبلعت في الأداءات. من 2011. إلى 2023. حكيت على انفلات. وقت اش صار الانفلات؟ الانفلات في الثورة صار انفلات تام. انفلات تام. وخرجة القوانين كما حبوا. وعملوا كما اللي حبوا عليه. ووضعت صناعية. وصلنا في الثورة ناخذه في 15 جرام. في ثلاثة شهر. تخيل انت 15 جرام في ثلاثة شهر. وعيشوا عائلة. والدولة الطالب بيش تحل حوانت. يا ودي راك القيمة. امتقى الذهب اللي تعطينا فيها من الجموش. نحلوا بها حوانت. ناخد مكان في ديارنا. شوية شوية. كنت وار حتى في كوجينا. واللي في بقعة من البقية. في تركينا. وانطيح جرية. بيش نعمل. تفتيحها. نتكريه بركة حبلة 500 ديناس. ولهذا معناها ماذا بينا. منعقب الناس اللي منحلولهم مشاكلهم. لكن سيلا سعد. سؤال المتروح. وقت اللي يبدأ صناعي. ما عندوش فلوس. كيفش يخذ الكمان. هنا هو تستغل رؤوس المويل اللي عندها الفلوس هذي. يعني. الناس اللي عندها الفلوس. واللي هما كتجار واللي كصناعية. هما اللي. هما اللي يعطيوا الفلوس. بشيش بدكو تنتعو. وبعد كيش بدكو تنتعو. والله ثم اللي يخدم. ثم برشة طرق. ثم طرق ملتوية. ثم طرق صحيحة. وكل واحد. ماذا بنا من اللي نقولوش عليها. لكن. احنا كيف نرجعوا. للي قاعد يصير في البلاد. واللي قاعد يتشد في. في المطارات. واللي في الثنية. نفهموا كل شي. كل شي الواضح. كي تربط الخيوط ببعضها. يولي كل شي الواضح. كي تربط الخيوط ببعضها. وكي تربط الخيوط ببعضها. لذلك. صناعي كيف ما عندوش فلوس. يقولوش قاعد يلسل عليها. وما عندوش. تنتي عطيتو. حطيتو. لليش فلوس. دزيتو. دزيتو. دزيتو للبعش. يعتى يروح. حقاعد يتدخل في الكيروات. كيروات راهو خراب الديار. هو ما عندو منوشين. يعاملينو عصفور. مش واحد راهي عشرات في الشي هذا. لو كان يرجع التخيل. يلزم ذاته حتى بالنسبة دار الطابعة. بعض المالية. في قطاع المسوق. يلزمها تاخد اجراءات مشكيمة. مش عكا تخدمة. ما هيش خدمة. هم يعرفوا كل شي. يعرفوا ش قاعد يصيروا. وعالبيلهم بكل شي. هي ما نحكيوش عالخضرة. نحكيو عالذبرة. عالذبرة هي. يعرفوا ش قاعدين يعملوا. ويلزمهم. ياخذوا مواقف. ويظهروا الدولة اكثر من هكاية. ويحظوا صناعية. مش ما اقول يوم صناعية. ياخذ صناعية عاملين وكورة تنزلوا عليك. بالعصاب بالعصاب بالعصاب. تشوفوا الاسباب. تراهي الناس تتلزروا الانسان. كيف يشوف الموت يرضى بالحمى. كيف يفلس. ويولي ما عندوش فلوس. يراهي يعمل كل شي. يراهي يدخل بالكيلو. المهم يعيش. سلقني اليوم. واندي فيه قدوة. يلقى والده مريض. يلقى بعض منه صغرهم مات تقدمهم. ما نجموش يداويهم. تيموش معقول. تراهي اللي حويش صحيحة. ما هوش قذب. ونجيبهم لك الناس هذه. وصغر. الصاحبي. بنته مات تقدمو. ما نجموش يداويها. طفلة مشيت. عاليس على بكه. بمية الف. وليقدش يدوها. ما عندوش. اذا كيف يجي اي واحد. حبيستغله. كيف تولي. عوامل. قوية برشة. واقوى منه هو. وثم برشة مشاكل. برشة مشاكل برشة. ثم ناس تستثمر. في الفقر. متاع الناس. ناس تستثمر في فقر الناس. هذه اثمها الكلمة هذه. معناها ناس كيف ناس تضعف. ثم ناس تستغلى الفقر متاع. يحطوهم عارضة. ويقعدوهم مقفهم. وما يوصلهم حدش. الناس اللي عند الفلوس. تكاور كيمتاب. وراه هيك الزوالي مسكين. لاهو من فقره. لاهو من المشاكل اللي ترجع عليه. كل شي ني لبسوه لهيك الزوالي. هذا لا حاجات. واللي ينكر الشي هذا. هذا انسان ما هو الصادق. يلزم الناس تتكلم الحق. باش نجمه نعالجه. اللي قاعد يصير في البلاد. والمرض اللي مكن البلاد هذه. هذا مرض يتسمى. هذه ناس تعبي في الفلوس بالمليارات المليارات. يقول لي. احنا ناس طالبين العيش. ما احنا طالبين شي. نحب ونعيش. وزادة لزم الدولات في قشوية. ما شمعناها رغم كيمة. كيمة الف وتسعمية وتسعمية وتسعين. الكتاب بمية. بزو زملين. وثلاثمية وثمانين. ماش اليوم اكوتها. باربعين مليون. وبواحد واربعين مليون. ويزم الدولة تسيب. سيب للعباد. اعطيهم يا ولدي. اعطيهم شوية. خلي الناس الدور. ما تدفعش. ما احنا باش نوصل لحد شي. باش نقعد ندور. وفي دوامة فارغة.